السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بيكم في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن ال-prefix وطبعاً اتكلمنا قبل كده عنها وأخدنا بعض ال-prefixes اللي قلنا عليها إنها بتيجي في أول الكلمة علشان تدينا opposite أو العكس النهاردة عندنا ال-I وال-M اللي هي M وال-I وال-R واللي هي R أول حاجة هنبدأ بال-prefix M إمتى أحط ال-prefix M علشان أجيب ال-opposite بتاع الكلمة أحط ال-prefix M لو الكلمة اللي أنا عايز أعكسها بتبدأ بحرف ال-P أو حرف ال-M في الحالة دي هعمل إيه هادي في ال-I-M في أول الكلمة فكده هتديني ال-opposite أو العكس أول كلمة معايا وهي كلمة possible 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 يعني ممكن طيب عكسها أو ال-opposite بتاعها إيه ال-opposite بتاعها impossible impossible يبقى كده possible الممكن بقت impossible يعني مستحيل بعد كده عندي moral moral بقت immoral immoral impatient يبقى علشان نجيب ال-opposite أو العكس من بعض الكلمات بنضيف ال-prefix I-M وقلنا في حالة إن الكلمة تبقى بدقة ب-M أو بدقة ب-P طيب ال-prefix البعض كده هو air زي إيه الكلمات اللي ممكن نضيف لها air وتدينا ال-opposite زي كلمة rational rational راشنال هتبقى irrational irrational راشنال ولو نلاحظ برضو إن الكلمات بدقة بحرف ال-R reasonable ريزنبل شيء منطقي العكس بتاعها ir-reasonable ir-reasonable بعد كده عندي relevant relevant العكس بتاعها irrelevant irrelevant بعدين عندي كلمة طبعا كلنا عارفينها لما نيجي نتكلم عن زمن ال-past بيبقى عندي irregular verb و-irregular verb ف-regular verb يعني فعل منتظم و-irregular verb يعني فعل غير منتظم أتمنى أنكم تكونوا استفدتم نتقابل في فيديو جديد مع معلومة جديدة مع السلامة